في هذا الفيديو رح تعرف وش هي ثغرة الأكس اس اس وما هي أنواع الأكس اس اس كاملة وكيف يتم استغلال لكل نوعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ياسر اهلا وسهلا فيكم بعد انقطاع الفترة طويلة عذروني على القطعة واجهتني ظروف ومن الظروف اني الحمد لله اني تخرجت من الجامعة وافتكيت منها اليوم جبنا لكم مقطع جدا دسم ومهم جدا يهم كل شخص يبيدخل في البيك بونتي من الثغرات في البيك بونتي اللي هي الأكس اس اس ان شاء الله رح نتكلم في هذا الفيديو عن أنواع الأكس اس اس وكيف يتم استغلال لما بيحرق عليكم لكن الفيديو هذا قد نزلته قبل في قناة ثانية القناة هي اسمها بلاك بونيز بلاك بونيز تيم يحتوي على أكثر من شخص يقدم محتوى جدا جبا القناة رح تكون أول رابط في الوصف لا تنسى انك انت تحرص تشترك في القناة وتفعل زر التنبيه اذا شت تفاعل جدا قوي منكم رح نزل لكم تطبيق عملي في هذه القناة اترككم مع الفيديو وفي هذا سلايد رح نشرح وشه الأكس اس اس وما هي أنواعها وكيف يتم استغلالها اول حاجة وش هو الأكس اس اس جاي من اختصار كلمة cross site scripting وهو client site code injection طيب ياسر وش هو client site هو الاكشن اللي يصير في يوزر براوزر او صفحة اليوزر لما تدتها الموقع هو الاكشن يصير في client site ايها حاجة اسمها Saver site او جهة السايفر هو الاكشن اللي يصير في ويب سايفر الاتاكر يركز انه يفعل سكبتات خبيثة في ويب براوزر في هذهoccر and self xs and doom xs واول مواع اللي رح نتكلم عنه ان شاء الله اللي هي stored xs وش هو stored xs هو xs payload injection payload هو كود الخبيث يخزن في database ويتم منادات الكوست او تفعيل كود كل شخص يزور صفحه المصابه سواء user او admin وهذا من اخطر انواع ال xs لانه يضم او يستغل عدد من الواقع او عدد من الواقع وطبعا stored xs من الواقع كيف يشتغل ياسر stored xs بكل اختصار لما تجي تحقن كود خبيث في براميتر مصاب ويخزن في الواقع مثل واشوه البراميتر البراميتر بكل اختصار خلينا نشوف الرابط هذا او url لما تشوف www.site.com slash page.html page.html index.html login.php وممت اتتترا هذا هو الورايل الاخضر ويجي بعدها علامة استفهام ليفصل بين الورايل والبراميتر ،فعم البراميتر فتشوف البراميتر هذا يجي اسم كلمة يعني يجي بكل شكل كلمة او حرف اتترا يعني اللي واتفر يجي يعني ممكن يكون سي اس تي سيرش كومنت اتترا تمام بعد يجي علامة يساوي ويجي الفاليو حق البراميتر اذا كان البراميتر هذا مصاب يجي لسكريبت الخبيث للأكس اس اس يكون في هذه المنطقة في علامة انت اللي هي هذي تفصل بين البراميتر الاول والبراميتر الثاني البراميتر الثاني نفس الشي في اسم او حرف الى اخره وان شاء الله رح نشوف بعد شوي وشو البراميتر وفي بعد يجي equal والفالي 2 للبراميتر 2 طيب كيف يصير الستورد اكس اس اس مثل موضح هنا في الصورة هذا الاعتاكر كتب كومنت في بوست مشهور بمعنى مثل في استغرام مثلا بتكتب كومنت على بوست اى شخص يدخل بوست هذا رح يتفعل الكود الخبير DA하 ان اللي كانت استغرام مصابة فيan اكس اس اس وهذا طبعا بااخرا توضي Angry تعليم هذا hacير الثاني لأنه اى شخص يزور البوست Bryan الفعل hö emm بلايندي دا اكس اس 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 مves عن النبي هو تايب بايند اكس اس اس اس80 المترجم للقناة طيب وضح الأكثر ياسر كيف يشتغل لما الأتاكر يرسل كود خبيث إلى كونتات أو فيدباك مثلا شوفون هذا الفيدباك الموجود أنه يقول والله كيف الموقع وإش المشاكل الموجود عندك الآخرة تمام يكون في المنطقة هذه فيحط الكود هنا إذا كان مصاب في الاساس طيب لما يرسل رسالة أو الفيدباك بطبيعة الأدمن حق الموقع يشيك على الفيدباك يشوف المشاكل الموجودة سواء مشكلة الشخص ويحلها أو مشكلة في الموقع يحلها ببوتز إلى آخره فلما يفتح الفيدباك راح يتفعل البيروت تمام عندكم النوع الثالث اللي هو دوم XSS هو جاي من اختصار دوكمنت أوبجيكت مودل تمام أو اسمه تايب زيرو XSS كده اسمه طيب وش هو طبعا هو ما في HTTP respawn وراح تفهمهم بعد شوي وش هو معناتها HTTP respawn ليش ما في HTTP respawn طيب الويب سايت يستخدم جافا سكريبت ويستخدم HTML صحيح فلما انت تجي تتلاعب في الفنكشن حق الجافا سكريبت وتفاعل الكود الخبيث حقك بمعنى خليني نشوف الحين كيف يشتغل طبعا دوم بيستد XSS يكون لما يحتوي الموقع على جافا سكريبت وطبيعيا كل الموقع الحين في جافا سكريبت وتحكم تمام عموما لما تجي تفاعل الجافا سكريبت هذا ويكون بإمكانك أنك تتحكم فيه مثل الحين الفالي مثل ما تشوفون اللغة هذه اللغة هذه يعني أنت تغير اللغة إنجليش فرنش إلى آخره طيب هل يروح ركوست الموقع ترا فلان فلان يبي فرنش رجحها لا ما يصير ليش هذا شي يصير يتفاعل مع الصفحة نفسها تمام يعني مثلا أنت سويت عملية حسابية هل يروح الموقع للداتابيس عشان يتجيب لا يصير تفاعل بين الكود نفس هذا فهنا المصيبة إذا كنت أنت تقدر تتحكم في الكود واستغليتها وحطيتها طبعا إذا كنت تتحكم في الفاليو يمديك تغيرها من إنجليش فرنش إلى آخره هذا يسمونه source وإذا كنت حطيت كود خبيث داخل الفنكشن هذي يسمونه known as sink تمام مثل الموضع حين الرابط في موقع دفوة يقول لك هنا لما انت تحطي الإنجليش راح يكون بهذا الشكل للرابط ديفولت هذا في البراميتر إذا كنا نتكلم عنه باسم ديفولت علامة استفهام اللي يفاصل بين الرابط والبراميتر تمام هل في أنت ما في أنت بس باراميتر واحد فعلامة استفهام اسم البراميتر ديفولت بعدها يساوي بعدها الفاليو حقه الفاليو حق البراميتر هذا اللي هو انجليش إذا غيرنا كل ما غيرنا راح يتغير اللي هنا طيب وش المغزة هنا يااسر؟ إنه أنت هنا لما تجي تبحث عن الـ XSS تمام راح تبحث عن أي input سواء comment search etc تمام فلما تبحث عن الـ in-put نفسه تمام تجرب يعني هل هو مصاب في ثغرة الـ XSS و هل لا طيب إذا جاك بهذا الشكل هلقوا خلاص أنا ما في شيء لا هذا هو يجي فكرة الدوم هو الأمانة tricky يعني يعني ما هو واضح يعني لازم يبيله واحد شغال مخها تمام فعشان تستغل الموضوع هذا طبعا إذا هنا بدلنا كلمة إنجليش وحطينا الكود الخبير حقه وحطينا الكود الخبير وحطينا الكود الخبير لو ترجمنا كلمة reflected بمعنى إنعكاس Reflected XSS أو بمسمى ثاني non-persistent attack أو هجوم غير متفاصل يتفاعل الكود الخبيث من طريق إنعكاس من الموقع الأساسي أو الـ web application إلى victim browser أو صفحة الـ victim أو الـ user طيب كيف يشتغل يااسر؟ Reflected XSS يتفاعل عن طريق لرابط يعني أنا أجيك أعطيك رابط وفيه سكريبت معين إن يأخذ cookie حقك لما تدخل رابط راح يجيني الكوكي حقك طبعا الفكتم اللي يدخل الموقع راح يرسل request to the application المصاب وراح يفعل الكود الخبيث اللي أنا حطه لكن XSS Reflect أو Reflected XSS ما يتخزن في الـ database طيب كيف يصير Reflected XSS ياسر؟ هذا المهاجم دخل على رابط لهو insecurewebsite.com slash comment قلنا هنا علامة سفهام بمعنى تفصل بين براميتر و URL طيب البراميتر وش اسمه؟ اسمه message equal value الـ value هو script فنشوف هنا script source هذا الرابط أو الـ URL حق الـ attacker وفيه bad javascript أو كود خبيث داخل أو كود خبيث داخل الملف معين ويسكل script دائما لما تجي تفاعل code script غالبا وبي ديفولت تحطي script وتقفل script و هنا لما تنتهي يكون بهذا الشكل عموماً أرسل الرابط هذا للـ attacker أو ماليش الفكتم أرسله فتح الرابط هذا دخل على الموقع لما دخل على الموقع تفعل الكود الخبيث وخذ منها معلومات حساسة و password مثل ما تلاحظ الكود موجود في URL إذا كان الكود موجود في URL أو الرابط هذا هو GETXSS لكن إذا كان الكود موجود في كومنت ورسلت الكود هذا هو POST تمام؟ سيلف أكسسس وهو آخر نوع سيلف أكسسس من نفسه سيلف كل أكسسوس سيلف أكسسس انسخ ويلسق الكود هذا في حسابك لكن ممكن تقول انسخ الكود هذا وحطه في حسابك وبدالفبر انسخ ويلسق الكود نفسه سيتفعل الكود وتقدر من وقتها انك انت تخترق الوزر اكاونت ثاني لكن سيلف اكس اس اس غالبا ما رح يكون ذاك الانترستنج في الريبورت حتى ممكن احيان تلاحظ اذا كنت اوه لقيت اكس اس اس بالحساب الموجود عن فيه فلما تجي تبلغ يقولك هذي سيلف بمعنى انها غالبا ما هي مهمة او ما هي خطرة جدا الاخطر نوع الهو ستورد الحين تكلمنا عن انواع الاكس اس اس كاملة وقلنا وش الانواعه وكيف تصير طيب كيف نكتب الكود الخبيث او بالبيلود البيلود بكل اختصار هذا اكثر بسيط في الاكس اس اس اكس اس 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 اكس اس اس اكس اس اس واساسيات الجافا سكريبت عشان تقدر تستغل الموضوع وتبحث عنهم اذا كان ما عندك اساسيات اقلها في هذه اثنين صعب جدا لانه ما اعتمد على البرمجة حرفيا طيب عندك الاكس اس اس هي الرقم سبعة في Top10 او Subverability في 2021 سبب خطورة الثغرة هذي لأنه الثغرة هذي احتمال كبير انها موجودة في كل موقع فعالحسب الموقع اذا كان يفلتر التاكس و يفلتر السيمبلس الى اخره تكتب سكريبت و تكتب الموجود داخل لا بإمكانك انك تكون مثلا تحقن عن طريق الاشتيميل مثل ما تشوف هنا بادي و يكون هنا انلود لما يحمل راح نفعل الارت طيب لما احنا نحط صورة اذا كان الصورة اذا كان لقيت الاكس في الداتا بيس حطها او ظهرها لكن ما راح يلقى حرفيا تمام فما في شيء صور اسمها اكس فيقول لك لما يصير الغلط ان ان ارور راح يتفعل الارت تمام او برضو هنا يقول لك والله اوديو اذا ان عندي اوديو او مقطع صوتي من الصورة من ملف اسمه ملف اسمه مثلا وكان الملف اسم صحيح راح يطلع في الصفحة لكن غير صحيح اسمه فانو ارور راح يسوي لك الارت وفي اشياء كثيرة جدا طيب وش التحديات او التحديات اللي راح تواجهك انت اذا كنت بتدور ثغرة اكس اسس طبعا عندك من اود عندك فلتر دا السيمبلس لما احنا هنا حطينا كود خبيه او بيلوت في اميج سورس اذا كان اكس اذا كان ارور هنا اقوال الارت دوكومنت دومين يعني سوي الارت او صفحة بيضة في دوك دومين او الموقع هو جوجل دوت كوم الى اخره فلما نشفنا احنا السورس راح نلاقي البيلوت نفسه انحدف مافي هذه فائدة الفلتره تمام عندك التحدي ثاني هو الواف الواف هو وب ابلكيشن فيروول الواف بكل اختصار يحمي الموقع حقك ووب ابلكيشن من فلتره ويدير ويبلك اي ميليشيز او هتبي او هتبي اس ترافيك اللي تروح لموقعك انت يعني اي ترافيك يجي فيه سيمبلس في اشياء في ممكن انها باد او ميليشيز اللي هو بيلوت يفلترها ولا بلكها الى اخره هذا الواف طبعا في اشياء ادبانس انك يعني باي باس وواف اتترا لكن هذا ماهو موضوعنا طيب كيف تحمي نفسك من الواف انت حين عندك موقع تبدت تحمي نفسك من الواف وش راح تسوي اول شي فلتر الواف لما يوصل لك لما اليوزر يقدر تحكم بالواف حاول تفلتر الواف قد ما تقدر عشان يوصل لك الواف تصيري المنت تقويف الواف قد اینكوات داوات تقويف الواف قد اضعه ثلاثة اختار الهيدر المناسب بمعنى انه يمكنك استخدام اختار الهيدر المناسب اربعة اختار الهيدر المناسب منها اللي هي XSS وانداتا انجيكشن اتاك اللي هي مثل الاتاك اللي هو يكون فيه حقا تمام السي اس بي ها رح ضيف لير حماية سكيوريتي لموقع حقك من الاتاك هذا طيب هاكر وان توب 10 موست امباكتفول ان رومابوليتي تايب افتويني توني 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 هذا التوب 10 للهاكر وان اللي اكثر ثغرات اللي تم تبلغ عنها الى اخره عندك اللي هو ال XSS من اولهم وفيه هذا الباقي الثغرات تمام طبعا هذا تيم المنبر للبلاك بونيز هذي حسابات التوتر حقتهم تقدرون تشيكون عليهم وهذا كانت نهاية الفيديو اتمنى اعجابكم الفيديو لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيه وتنشر الفيديو كل مكان واذا كنتم تابعون فيديو تطبيق العملي لثغرة ال XSS ابي اشوف تفاعل جدا قوي لهذا الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة